بسانت القصة بتاعت ميت غمر الحكم ببراءة سبع متهمين في وقاعة التحرش الجماعي وهاتك عرض الفتاة فتاة ميت غمر أثناء سرها في 10 ديسمبر الماضي النيابة حالتهم يوم 29 ديسمبر لكن القصة خلصت على بالبراءة بسانت كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي منزعجة جدا وقالت أنه طول الوقت اللي فات بحاول ما أظهرش أو ما أتكلمش مستني أخد حقي طب أنا هو بلغت واستحملت كل تبعات قراري ودفعت تمن بلاغي وتشهير وتهديد ووصم وإهانة وبعد كل ده في تاني جلسة للمحكمة أو لمحاكمة اللي انتهكوني أخدوا براءة وحاليا محام المتهمين بيهددوا بمقاضاتي أنا عايزة مسؤول واحد يرد علي ويفهمني دي رسالة معناها إيه لما تدوني الأمان أني آجي أبلغ واتحمل لوحدي تبعات كل ده وادفع تمنه من روحي وأماني وفي الآخر المتهمين اللي متصورين وهم بيعتدوا علي ياخدوا براءة ترجمة نانسي قنقر